بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة في مدارس السابلة اليوم موعدكم مع التباديل للصف الثاني ثاني وأدبي في مادة الرياضيات مع الأستاذ عبد الرحمن عمران نكمل تباديل تكمل رقم واحد سبق وأخذنا مثلا لام إلى تسعة واثنين تسعة في ثمانية لام إلى خمس وثلاثة مثلا الخمسة في الأربع وهكذا الآن نقول نحن في أمامنا طريقة أخرى للحل واللي رايحين نخذها فقاعدة فإذا اخترنا عنا التعريف التالي تعريف إذا اخترنا را من العناصر من مجموعة عدد عناصرها نون وكان الترتيب مهم يسمى ذلك تباديل بنقول عدد تباديل را من العناصر من بين نون من العناصر ويرمز له لام إلى نون ورا يعني أخذنا را من العناصر من بين نون من العناصر بحيث سرطة ساسي را تكون أكبر أو تساوي صفر أقل أو تساوي نون ورا ونون أعداد طبيعية ويكون لام إلى نون ورا مساويا مضروب النون على مضروب النون ناقص را وهي القاعدة الثانية اللي هي تمكننا نحل عليها مثلا هنجلنا مثلا لام إلى مثلا ثمانية وثلاث وانا شو بنقدر نكتب عليه ثمانية في السبعة في ستة هاي اللي هي ثمانية في اثنين واربعين ثمانية في اثنين وستاش ثمانية في اربعة اثنين وثلاثين واحد ثلاثة وثلاثين برضو لو جينا نحل بهذا القاعدة نقول لام إلى ثمانية وثلاث اللي هي عبارة عن مضروب الثمانية على مضروب الثمانية ناقص ثلاث شو صارت عندي مضروب الثمانية على مضروب الخمسة واللي هي عبارة عن ثمانية في السبعة في الستة في مضروب الخمسة على مضروب الخمسة اختصر مضروب الخمسة مع مضروب الخمسة صارت ثمانية في سبعة في ستة واللي هي نفس الرقم السابق إذن سواء استخدمت هاي القاعدة أو هاي القاعدة اتنتين نفس الشيء هسا هاي في الواقع يعني ثمانية وثلاثة ثمانية واثنين بقدر استخدمها القاعدة الاولى بتكون افضل لكن لو قال لي مثلا هيك جد لام الى ثمانية وصفر او تسعة وصفر او خمسة وصفر هاي خمسة وصفر هاي ما بقدرش تستخدم هاي القاعدة بقدر اضربها اقول هيك مضروب الخمسة على مضروب الخمسة ناقص صفر اللي هي صارت مضروب الخمسة على مضروب الخمسة واللي هي قديش تساوي واحد وارضو لو قال لي مثلا لام الى عشرة واحد مثلا عشرة واحد شو بقدر اكتبها اللي هي مضروب العشرة على مضروب العشرة ناقص واحد اللي هي قديش تسعة واللي بقدر اكتبها عشرة في مضروب التسعة على مضروب التسعة هاي راح مضروب التسعة مع مضروب التسعة إذن الجواب عندي قديش أصبح يساوي عشرة فالقاعدة الثانية ده كان واحد أو صفر أو كده يفضل استخدام القاعدة الثانية قال لي مثلا هيك جد قيمة هي جد قيمة لام إلى ثمانية وصفر زائد لام إلى سبعة وواحد زائد مثلا لام إلى أربعة وأربعة لام إلى ثمانية وصفر قلنا عبارة عن مضروب الثمانية على مضروب الثمانية ناقص صفر ثمانية ناقص صفر فصارت مضروب الثمانية على مضروب الثمانية زائد لام إلى سبعة وواحد اللي هي مضروب السبعة على مضروب السبعة ناقص واحد ستة مضروب السبعة شو بقدر أكتبها سبعة في مضروب الستة فراحت مضروب الست مع مضروب الست زائد لام إلى أربعة وأربعة شو بقدر اكتبها مضروب الأربعة على مضروب الأربعة ناقص أربعة اللي هي مضروب السفر إذن صارت مضروب الثمانية على مضروب الثمانية واللي هي تساوي واحد زائد هاي طلعتين دي سبعة زائد شو مضروب الأربعة على مضروب السفر اللي هي بصير عندك مضروب الأربعة على واحد اللي هو مضروب الصفر يساوي 1 قديش مضروب الأربعة صارت عندي 1 زائد 7 زائد مضروب الأربعة اللي هي 4 في 3 في 2 في 1 وتساوي 1 و 7 ثمانية 4 في 3 12 في 2 24 ثمانية زائد 24 اللي هي تساوي 32 نوقد مثال آخر هاي مثال مثلا قال لي بكم طريقة يمكن اختيار عريف مساعد مثلا رئيس لجنة اجتماعية من عشر طولة من بين عشر طولة هاي برمزلها بالرمز التالي لام لانه فيه ترتيب عريف ثم مساعد ثم رئيس هاي فيها ترتيب اذا بقدر اكتبها على شكل توافيق فبقدر اكتبها لام الى كديش العدد الكلي للطلاب عشرة شو بده اختر منهم عريف ومساعد ورئيس لجنة اجتماعية اللي هم ثلاث فبصير لام الى عشرة وثلاث اللي هي 10 في 9 في ثمانية واللي هي 720 طبعا ممكن احلها بطرق العد اقول عدد طرق اختيار الأول عشرة عدد طرق اختيار الثاني تسعة عدد طرق اختيار الثالث ثمانية وممكن اكتبها مضروب العشرة على مضروب العشرة ناقص ثلاث اللي هي يصير مضروب العشرة على مضروب السبعة واللي هي نفسها تطلع عشرة في تسعة في ثمانية ناخد مثال آخر إذا كان لام الى ستة وراء يساوي ثلاثين قال لي ما قيمت را هسا ستة وراء ثلاثين إذا ببدأ من العدد ستة تنازليا إلى أن أصل لعدد ثلاثين فبقول الستة في اللي بعدها بيجي خمسة ستة في خمسة ثلاثين إذا الرا تساوي اثنين رأسا الرا تساوي اثنين يعني ببدأ في تنازلي مثلا قال لي لام هاي مثال آخر لام إلى سبعة وراء يساوي ثمانمية واربعين ما قيمت را وابدأ تنازلي سبعة في ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة إلى آخر إلى أن أصل العدد ثمانمية واربعين هاي ستة في خمسة ثلاثين في سبعة ميتين وعشرة ميتين وعشرة في أربعة يساوي الصفر أربعة في واحد أربعة أربعة في اثنين ثمانية إذن هي عبارة عن سبعة في ستة في خمسة في أربعة كم واحد عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة فبقول را تساوي أربعة ونكتفي بهذا العدد من الأمثل اليوم مع لقائنا القادم إن شاء الله لتكملة موضوع التباديل راجيا منكم تسجيل الحصة على ورقة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر